اشتركوا في القناة توسيع فكرة بالأمثلة والشواهد توسيع فكرة بالمناقشة أخيراً صياغة موضوع منسج يراعى فيه تسلسل العناصر الأربعة السابقة تحديد الفكرة العامة المراد توسيعها الفكرة الأساسية يمكن تحديدها من خلال اتباع الخطوات الآتية أولاً قراءة الفقرة قراءة متأنية ثانياً طرح السؤال التالي ما هو الموضوع الذي يعالجه النص؟ ثالثاً أعد قراءة الفقرة ثم سجل أهم ما يريد أن يقوله الكاتب عن الموضوع رابعاً إذن ما هي الفكرة الأساسية التي تعالجها الفقرة؟ صغ ذلك في جملة مفيدة اعتماداً على ما جمعته من المضاحدات توسيع الفكرة عبر الشرح والتحليل التوسيع بالشرح والتحليل نشرح الأفكار الموجودة في القولة ونحللها اتلاقاً من تحديد قضية رئيسية والعناصر الأساس ثم نحاول إعادة سياقة الأفكار بأسلوبنا لتكون أكثر وضوحاً وبياناً توسيع الفكرة بالأمثلة والشواهد يمكن توسيع الفكرة باستحضار معطيات إضافية من مصادر ومراجع متنوعة في صورة أقوال لكتاب والمفكرين ووقائع مستمدة من الواقع توسيع فكرة بالمناقشة تقتضي هذه العملية اتخاذ موقف من الفكرة التي تتم توسيعها إما بقبولها أو رفضها مع دعمه بعدد من الأدلة والبراهل المنطقية والتاريخية والوقائعية والدينية وغيرها التصميم المنهجي لتوسيع فكرة يعتبر التصميم دعامة مهمة في بناء موضوع إنشاء متماسك ومنسجم إنه مرتبط بتنظيم الأفكار حسب أهميتها في بناء الموضوع ويتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية أولاً المقدمة نعرف فيها الموضوع الأساس الذي تتضمنه القولة بشكل موجس مع إشكال تتم صياغته في جملة استفامية ثانياً العرض نوسع فيه الفكرة لغوياً ونحلل أبعادها استناداً إلى عمليات الشرح والتحليل والمقارنة والاستشهاد والمناقشة ثالثاً الخاتبة تركيب النتائج المتوصل إليها مع إبداء الرأي الشخصي إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الدرس أتمنى أن يلال إعجابكم ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لنستمر في المزيد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته